وما بين حصاد لإنجازات السياسة الخارجية المصرية وتحليل لزيارة أمير دولة قطر الشقيقة للقاهرة يسعدنا جدا ويشرفنا جدا يكون موجود معانا داخل الستوديو كتبنا الصحفي الكبير والمتخصص في الشؤون العربية الأستاذ العزم الطيب الطاهر منوارنا فن وأنا سعيد بوجودي معك رغم أن مدى فترة طويلة لم نلتقي آه للأسف الشديد عن تقصير مني ده مما لا شك فيه أستاذ عزم نبدأ الأول بحصاد لسياستنا الخارجية من 30-6-2013 وحتى هذه اللحظة بأبرز المحطات اللي حضرتك تشوفها كانت إيه يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل ومجلدات ومتسع من الوقت لكن هناك ملامح رئيسية في التحول في السياسة الخارجية المصرية تحولت من خندق إلى خندق إن صاح التعبير من حالة إلى حالة حالة التبعية التي كادت تكون كاملة للغرب ولأمريكا إلى حالة التنوع في العلاقات وفي الوقت نفسه المحافظة على العلاقات مع الغرب ومع أمريكا يعني بدأنا نفتح مصرات جديدة في العلاقات الدولية في القوى الكبرى جددنا علاقاتنا بروسيا جددنا علاقاتنا بالصين بأطراف مهمة في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى كانت لها بعض المواقف المتحفظة مثل ألمانيا وبريطانيا تجاه ما جار في السياسين يونيو لكن تم وفق المنهجية المتأنية وفق ما تم على الأرض من تحولات اقتناع هذه الدول بأن ما جرى هو تغيير سياسي لصالح الشعب المصري وصالح الدولة المصرية ومن ثم هذا التحول المهم في السياسة الخارجية الذي قام على مبدأ التنوع وعلى مبدأ الاستقلالية في القرار الوطني وعدم رهن قرارك الوطني بأي مواقف دولية وإقليمية في الزمن القديم قبل يناير ويونيو تحديدا كانت علاقاتنا بالغرب كانت تكون يعني وصفت بعض الأحيان أننا نحن كنز استراتيجي لإسرائيل والغرب يعني كل قراراتنا تقريبا وسياساتنا الخارجية مرتبطة بالتوقعات الأمريكية في المنطقة مصر الآن تحولت من هذه الحالة التبعية الكاملة إلى حالة الاستقلالات التوازن في العلاقات البحث عن وهذا هو النقطة المهمة أيضا البحث عن ما يحقق مصالح المصرية في التنمية والاقتصاد والصمار بمعنى أن الرئيسة التحسيسي والقيادة المصرية والدولموسية المصرية تطبق ما يسمى في الأدبات السياسية الدولموسية التنمية أي أن توظف كل علاقاتنا بالخارج لمصر التنمية في مصر وأعتقد أو لا أعتقد ولكن هناك قناعة بأن ما جرى من زيارات من قبل القيادة المصرية لأطراف كثيرة في العالم يعني من أمريكا إلى الصين إلى إيطاليا إلى أوروبا إلى روسيا إلى غيرها من الأطراف المهمة كلها توظف باتجاه تحسين الحالة الاقتصادية المصرية استقطاب السمرات الأجنبية وأيضا العربية طبعا ثم فتح المجال أمام المزيد من فرص العمل نتيجة التنوع في هذه العلاقات والاستفادة من خبرات هذه الدول رأينا الآن مشروعات كبرى تساهم فيها دول مثل روسيا والصين وحتى أمريكا وأوروبا وفرنسا يكون هذه وبالتالي هذا التحول مهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية الدوائر الحيوية المصرية لو تم وصف بعضها بأنها الدوائر الكلاسيكية المعتادة دي تم تعميق الأثر المصري فيها لكن كمان أصبح في عندنا دوائر جديدة أصبحت جزء من الاهتمام الرئيسي للدولة يعني أنا أظن وصححني لو أنا غلطان منطقة شرق المتوسط لم تكن في بالنا فيما سبق إلى أن أتى الرئيس وبدأ يشتغل على منطقة شرق المتوسط ثم منتدى شرق المتوسط فأصبح لدي دائرة حيوية سياسية وأصبح لدي رافض اقتصادي عظيم هذا هو ما أذكر أشرت إليه من قبل بدوميوسية التنمية بمعنى أن كما أشرت أنت اكتشفنا أن هناك منطقة جديدة ينبغي أو يتعين التعامل معها بفعلية ونجاعة وأقمنا بالفعل أليت التعاون السلاسي مع كل من اليونان وقبرص وهي ناجحة أصفرت عن تغيير الحدود الإقليمية في المياه وثم الحصول على ثروة الغاز والآن نحن ننتج كميات كبيرة من حق الظهر في هذه المناطق والذي استطاع أن يحول مصر من دولة أقل إنتاجها في دولة يفيد إنتاجها من الغاز وتصدره للخارج الآن نحن نصدره للخارج وقبل أيام تبقى التوقيع على اتفاقية مع سورة لبنان لتصدير الغاز المصري للبنان لإنقاذ لبنان من مشكلة نقص الكهرباء وهذا جانب مهم الجانب الآخر أيضا في هذا السياق هو التوجه نحو فتح مصرات جديدة في العلاقات الخارجية بمعنى أننا بدأنا نعتمد على روسيا وعلى الصين كقواتين مهمتين في الاستراتيجية المصرية الخارجية هذا أحدث توازنا في علاقات مصر الخارجية مع الحالة الأمريكية وفي الوقت نفسه حافظنا على التوازن أيضا مع الإدارة الأمريكية أو مع أسنطن وكلما يأتي مسؤول أمريكي يعني كان يقرم هنا رئيس القيادة قائد القيادة المركزية لأمريكا جاء إلى مصر وتك وتكلم رئيس عفتاح سيسمعه بوضوح عن أن استمرارية العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في الوقت نفسه أقمنا شراكة استراتيجية مع روسيا ومع الصين نحن الآن والصراع الآن في العالم يدور مع هذه الأطراف الثلاثة الكبرى وبالتالي نحن علاقاتنا مع الجميع متميزة لا نخسر طرفا خاصة من طرف آخر ونعمق تعاوننا الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري طبعا استتبع هذا التنوع في العلاقات تنوع في مصارد التسليح الآن لدينا منظومة تسليح حديثة ومتطورة إلى جانب التسليح الغربي أو الأمريكا تحيانا لدينا منظومات روسية وصينية وفرنسية وألمانية غواصات ألمانية وطائرات رفال الفرنسية ومنظومات دفاع جوي وطائرات من روسيا إذن نحن الآن التحول كان شاملا في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالسلسة الخارجية سواء على مستوى الدبلو مصري أو المستوى الاستراتيجي هذا يحسب لثورة الثلاثين مينيو وللقيادة الرئيسة الفتاح السيسي في هذه السنوات وهو منظور يتسق مع محورية الدول المصري مصر على بداية تاريخها لم تكن دولة تابعة كان دولة مؤثرة وفرق بين التابعة والمؤثرة لكن نحن في نتيجة الأربع عقود الماضية تحواني دولة يعني دولة يعني أقول تابعة أو أقل تأثيرا في الإقليم وفي العالم لكن الآن بدأنا نستعيد وأنا أظن أن أقول بدأنا ولم نستعد بالشكل الكامل لأن الخطوات التي بدأناها الآن في نحو الساعة هذا الدور الإقليمي أو المحور المصر يبدأ بتحقيق الانطلاق الاقتصادي القوي في الداخل وهو ما تمضي فيه الحكومة الدولة المصرية أنها الآن شبكة مشروعات متنوعة في كل القطاعات لتنهض بالاقتصاد المصري تجعل واحدا من أهم الاقتصادات البازغة الاستفادة من القدرات الزاتية حققنا اكتفاء ذاتي في بعض السلع الرئيسية مثل السكر والأرز ونتجه ربما مع السنوات القادمة واستفادة من تجربة حرب أوكرانيا إلى تحقيق درجة أكبر من اكتفاء ذاتي في إنتاج القمح وهي نقطة جوهرية في هذه المرحلة يجب أن نسعى ليس بمفردنا كامست فقط ولكن في إطار المنظومة العربية الآن هناك قناعة عربية بأهمية التحول إلى بناء استراتيجية عربية لأمن الغزائي وكما ذكر أحمد ورغيثة الأمين العام لجميع العربية قبل أيام أن هناك يجري الإعداد لهذه الاستراتيجية واتفق مع من جيد تبون خلال زيارته الأسبوع الماضي لجزائر في إطار الإعداد للقمحة العربية التي ستفقد فيه مطلع نوفمبر المقبل على أن يكون بند الأمن الغزائي العربي واحدة من أهم البنود المطلوحة القمة ومن ضمن المقترحات في السياق أن يعقد اجتماع خاص للقادة تشاوري مغلق قبل التآم الجلسات الرسمية للقمة لمناقشة موضوع الأمن الغزائي العربي لأن بالفعل انكسفت الدول العربية فيما يتعلق بحصولها على السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيرها من الحبوب والأسف كانت معظم هذه السلع تأتي من أوكرانيا ومن روسيا ولدينا الإمكانات لدينا الأراضي ولدينا الخبرات ولدينا المال كعرب وعندما نوظف الميزات النسبية لدينا كعرب دول العربية تمتلك المال ودول العربية تمتلك الخبرات ودول العربية تمتلك الأرض ودول العربية تمتلك التكنولوجيا يمكن توظيف كل هذه المقاومات لإنضاج استراتيجية عربية شاملة وموسعة للأمن الغزائي حتى أهمية هذه المنظومة ليست فقط في أن نحصل على احتجاجاتنا من الغذاء ولكن أنها توفر بيئة لاستقلية القرار الوطني عندما تكون يكون غذائك مرهونة وهذه حقيقة بدهية يعرفها الجميع ولست أنا ولست أنت يكون غذائك مرهونة بقوة خارجية فبالتأكيد يؤثر على قرارك الوطني وهو ما حصل خلال الأربعين سنة الماضية ليس في مصفقة لكن في معظم الدول العربية وبما أطراف كثيرة في دول العالم تعتمد على الخارج في الحصول على السلع الاستراتيجية طب أصبح من الواضح جليا يمكن خلال الثامن سيئين اللي فاتوا دول أنه مصر استطاعت تعميق قدراتها السياسية في الملفات اللي حواليها في المنطقة لأجل استقرار السياسي في المنطقة بالكامل على سبيل المثال احنا شفنا الدور المصري من الرئيس بشكل واضح ومباشر زائد الأجهزة السيادية هم بيشتغلوا على الملف الفلسطيني وصولا إلى استقرار نسبي لا يستطيع أحد انكاره لدرجة أنه حتى جو بايدن في بداية تولي وهو كان قبل التولي وفي بداية التولي يتخذ موقفا سلبيا تجاه مصر ولكن أثنى على الدور المصري في الملف الفلسطيني أكتر من ثلاث مرات نفس القصة فيما يتعلق بالملف الليبي اللي كان من الممكن أن يؤدي إلى كوارث في المنطقة بالكامل لو لا الدور اللي لعبته مصر لخلق استقرار سياسي قدر الإمكان واستقرار أمني قدر الإمكان في الداخل الليبي بتشوف إلى أي مدى هذه الأدوار محورية لأجل خلق استقرار عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب المتوسط أتفق معك تماما في هذا الطرح وذلك مرتبط بأن مصر دولة دور ودولة مركز ولا تأثيرها ليس في هذه المرحلة فقط لكن على مدى التاريخ وتجسد ذلك بشكل واضح وقوي في الحقبة النصرية إن صاح التعبير زعيم الراحة الجباعة للنصر ثم حدث التراجع في هذا الدور بعد السادات ثم مبارك والآن مع القيادة الجديدة المتمثلة في إساة فتاح السيسي حدث استعادة للوعي بأهمية هذا الدور ومن ثم مصر تتحرك في الإقليم لمحاولة إجهاد أو وقد الأزمات الملتهبة فيه من منطلق أن استمرار هذه الأزمات يؤثر على الوضع داخل مصر أنت أشرت إلى فلسطينة وإلى ليبيا كلاهما يتمثان مع الحدود المصرية الحدود الشرقية وحدود الغربية وأي اضطراب للأوضاع على الحدود المصرية سواء تحديدا في الشرق أو الغرب يؤثر بالضرورة على الوضع داخل مصر ومن هنا يتحرك الجانب المصري باتجاه فرض معادات الاستقرار وفق القدرات المصرية وفق الإتصالات المصرية وفق القناعات أيضا للإقليم لأن الإقليم أحنانا وذلك ما لمسنا خلال السنوات الأخيرة يعني تعارض مع توجهات مصر بالذات فيما تعلق بليبيا وأيضا حتى في فلسطين كان هناك تناقض في المواقف العربية وفي ليبيا أسرى نوعا ما على تساعد هذه الأزمات أصبحت أكثر يعني أطراف عربية كانت تتدخل في ليبيا وأطراف عربية تتدخل في فلسطين خاصة من الدور المصري الدور المصري يتجه لحوى لملمة لملمة الأوضاع المتناثرة ولكن هذا أطراف تسعى إلى تعميق هذه الأوضاع لكن مصر بما تمتلكه من قدرات وخبرات وأيضا أجهزة محترفة في التعامل مع هذه الملفات جسد الأمن القومي بالتحديد استطاعوا مع الدبلوماسية المصرية أيضا وزارة الخارجية وهي أهم مدرسة دبلوماسية وطنية في العالم العربي واحتفلنا قبل أيام بمرور مائة عام على انطلاقها وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في أن تكون مصر لاعبا رئيسيا في استقرار هذه البلدان وسيستمر هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بإذن الله بإذن الله سيد عزب الواحد بيبقى فرحاض وسعيد ومتشرف بوجودك ودايما الوقت بيقاتلنا مش عارف ليه يعني لكن نورتنا وشرفتنا وكما جرت العادة بكل تركيز وضحت لنا مجموعة من أبرز النقاط في محطات الخارجية أو العمل في الملفات الخارجية المصرية من 30 ستة 2013 وحتى هذه اللحظة ولازم هنتقابل تاني وثالث ورابع خلال الفترة اللي جاية من هنا لحد يوم 30 ستة وما بعدها أظننا محتاجين إلقاء المزيد من الضوء على المزيد من المحطات والملفات والدوائر الحيوية اللي اشتغلت عليها مصر بمنتهى القوة وكل الشكر لحضرتك نورتنا وشرفتنا كاتبنا الكبير الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام وأحد أبرز المتخصصين في الشؤون العربية هنروح لفاصل نرجع بعض الفاصل ونشوف 30 ستة إزاي قدرت إنها تنهي مستقبل جماعة الإخوان في فرق ما بين وهل انتهى الإخوان ولا ما انتهوش وهل الإخوان لي هم مستقبل ولا ما لهمش بعض الأحداث الجسيمة قد توصف بأنها إلقاء مياه في الحجر الراكد أما هناك أحداث أكبر جسامة أكبر ضخامة زي ثورة 36 كده تقدر تسميها بأنها مدفعية تقيلة دكة الإخوان المسلمين استنونا بعض الفاصل مع الأستاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة حالاً بالاً هيكون موجود معنا اشتركوا في القناة